موسيقى حلقتون جديدة من منشأة أحمر معي نريمان عيسي نبدوها بيبرز المنشأتات الكاظمي يتحدى الفساد والمفسدين سنوصل جهودنا رغم التهديدات المستمرة والعلانية لجنة مكافحة الفساد موسيقى موسيقى فائزون مستقلون بانتخابات تشرين يؤسسون كتلة برلمانية معارضة يصعون لزيادة عدد أعضائها لتفعيل الدول الرقابي موسيقى الجيش العراقي يواصل تطهير المناطق الحدودية بين المحافظات ويشع بثلاث عمليات في ديالا وكاركوك الأنبار موسيقى وفي منشأة أحمر أيضا العراق يدخل حقل التنافس في مؤشر المعرفة العالمية الخاص بالتعليم العالي موسيقى الفرنسا تتحدث عن الاقتراب بسرعة من نهاية طريق إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى موسيقى أهلا بكم مجددا في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المحكمة الانتحادية بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات تسعى القوى المستقلة التي فازت بالانتخابات لتشكيل كتلة معارضة وتفعيل دور الرقابة داخل البرلمان العراقي الذي غاب طيلة ثماني عشرة سنة ماضية ليبرز هنا السؤال هل تستطيع القوى المستقلة أن تؤسس لمفهوم المعارضة السياسية الحقيقي للمرة الأولى خارج المنظومة الحزبية نتابع التقرير تدخل الكتل السياسية في العراق مرحلة حريجة يشكل فيها عامل الوقت عقبة في إتمام اتفاقاتها مع توقعات بمصادقة المحكمة الانتحادية على نتائج الانتخابات خلال نحو عشرة أيام بعد البت في الدعوة التي قدمها رئيس تحالف الفتح هادي العامري على تلك النتائج وفي خضم الحراك السياسي المكثف في بغداد تنبر القوى المستقلة التي فازت بالانتخابات لتشكيل كتلة معارضة وتفعيل دور الرقابة البرلمانية حيث يقارب عداد المستقلين إلى جانب بعض الكتل التي تميل إلى المستقلين بين 25 إلى 40 مقعدا من بين أكثر من 200 وجه جديد سيدخل إلى قبة البرلمان العراقي المقبل ويسعى فائزون لتوسيع عدد أعضاء ما أطلق عليها بالكتلة الشعبية من خلال استقطاب أكبر عدد من الفائزين بغية البقاء في صف المعارضة ويقول المراقبون أنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل كتلة معارضة حقيقية خارج إطار المنظومة الحزبية كما كان معتادا في الدورات البرلمانية الأربع الماضية لكنها في الوقت ذاته ستواجه تحديات عدة تتعلق أولا بوجودها مع إغراءات المناصب ثم بتأثيرها الرقابي قياسا بعدد عضائها ويبقى سؤال الأبرز كيف سيكون شكل المعارضة في الدورة البرلمانية الخامسة أفتح هذا الملف مع ضيوفي الكرام أستاذ العلومة السياسية معي من بغداد سعدون السعدي وأيضا المرشح الفائز حسين عرب والباحث في الشأن السياسي محمود خوشنا أهلا بكم وأبدأ معك حسين عرب ستؤسسونا يبدو أن حسين ليس جاهزا معي أنتقل إليك سيد سعدون السعدي برأيك هل الجو السياسي اليوم في العراق والبيئة السياسية ملائمة لتأسيس مفهوم معارضة سياسية حقيقي بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أخي الكريمة وحيي مشاهدي قناة ترقية نيوز الكرام في حقيقة الأنبور هذه الانتخابات لربما قد تختلف عن مثلاتها السابقات لكونها أفرزت بعض القيادات أو بعض الأعضاء المستقلين الذين يرمون تخصيص هذه الفترة النيابية للتنظيم معارضة حقيقية في البلاد ولكن السؤال الأهم والأكبر ما هي طبيعة حجوم هؤلاء المستقلين الذين سيأتلفون فيما بينهم ويشكلون كتلة معارضة داخل البرلمان ما الذي تقصده بالحجم؟ يعني حقيقة تقصد عدد المقاعد المستقلية؟ حجم لأن المعارضة سيدة الكريمة المعارضة في البرلمان يجب أن تكون هناك طبعا أغلبية حاكمة وهناك حجم معارضة قادر أن يؤثر على سير التشريع وعلى سير الحكومة أي بمعنى أدق لربما يكون أشبه بالثلث المعطل أي بمعنى أدق هو يعني كلامه نافذ وحجمه ثقيل بحيث يستطيع أن يؤسس إلى معارضة حقيقية هل تستطيع هذه يعني الفئات الصغيرة الآن وهي الآن يعني تحاول لمام شفاتها وتحاول أن تأثلف بإتلاف يكون معارضة حقيقية هل لديه القدرة والنفوذ بحيث يستطيع أن يشكل معارضة حقيقية؟ أنا أقول أنها خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها ليست كافية لأن هناك بحقيقة الأمر من يسيطر على النظام البردماني في العراق هي الكتلة السياسية الكبيرة والتي أفرزت في الانتخابات يعني حقيقة يعني هناك أحجام فقيلة اللي هي كتلة سائرون عفوا تير صجري ويعني الكتلة السنية والكورت يعني ودولة القانون هذه كتلة كبيرة ولديها القدرة يعني في نهاية المطاف أن تشكل أغلبية يعني حكومية وتشكل الحكومة وبالتالي من يقف قبالة هذه الحكومة يجب أن يكون هناك ثقل يعني ثقل انتخاب برلماني حقيقي في الجانب المعارضة أنا أقول هذا حديث سابق لأواني نعم هناك تحركات هناك مناورات هناك اتفاقات ولكن هذه الاتفاقات هناك سعي أيضا من قبل هؤلاء الأعضاء المستقلين سيد سعدون سعود إليك لمناقشة هذا الموضوع أكثر لكن دعني أرحب مجددا بيا سيد محمود خوشنا وأهلا بك سيد محمود مجددا في منشط أحمر يعني أسماهم أوصفهم رئيس التيار استدري بأنهم ولد الخايبة وكل طرف يسعى لضم المستقلين إلى كتلته إلى رؤيته السياسية من أجل تقاسم المصالح وزيادة عدد أعضاء الكتل أو التحالفات يعني لماذا هذه النظرة المستضعفة دائما على المرشحين المستقلين وباعتقادك هل الانتخابات البرلمانية الحالية ونتائجها ربما كسرت هذه الصورة قلت عليه بالسؤال مرحبا سيدريما وتحية لضيوفك الكرام ومشاهدي الشرقية يعني قبل كل شيء نحن نعلم ما هي طبيعة النظام السياسي العراقي سواء كان بمخرجات الانتخابات أو حتى بطبيعة تشكيلة النظام السياسي القوى السياسية الفاعلة في العراق بين هلالين عندما أقول الفاعلة أقصد القوى السياسية المؤثرة على القطاع السياسي الأمني العسكري وأيضا الاقتصادي وأيضا عمق تلك القوى السياسية أنا سميتها في عدد برامج هناك ثنائية شيعية ثنائية سنية متمثلة بالاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والسنية بعزم وتقدم والشيعية بالإطار والتيار الصدري هؤلاء الثنائيات الثلاث مؤثرات ولديهما عوامل كثيرة ومقاومات كثيرة حتى يستطيعان أن يشكلان الحكومة ويواجهان المعارضة بالمناسبة عندما نتكلم عن مستقلين ونتكلم عن معارضة هناك فرق بين مستقل ومعارضة لا يجوز أن ندمج المستقل بجبهة المعارضة لربما المستقل أن يكون في جبهة الحكومة ولربما يكون في جبهة المعارضة أما المعارضة نحن نتحدث عن تحرك للمستقلين اليوم يسعى لتأسيس لكتلة شعبية تسعى لتفعيل دور الرقابة ودور المعارضة الذي غابه طيلة 18 سنة معلوم الدور الرقابي والتشريعي ليس ملكا للحكومة وليس ملكا لأغلبية الحكومة داخل المنسي النواب العراقي وإنسان المعارضة الدور الرقابي أيضا لنواب الحكومة أيضا لديهم دور الرقابي بمراقبة أداء الحكومة وداء المؤسسات الدستورية أما نحن نتكلم عن التحالف الكتلة الشعبية التحالف الكتلة الشعبية المستقلة نتكلم عن تحالف العراق المستقل نتكلم عن تحالف من أجل الشعب الأخير بين الجيل الجديد وحركة امتداد هؤلاء التوجهات الثلاث لديهم لربما توجهات بداية ولكن أعلن تحالف من أجل الشعب أنه سيتخذ جبهة المعارضة. أما الكتل الأخرى الثاني. الثنائيات الأخرى نستطيع أن نقول تحالف الكتلة الشعبية والتحالف العراق المستقل لم يحسموا أمرهم. سيذهبون إلى المعارضة. أم سيكونون في جبهة أخرى بتحالفات مع كتل سياسية العراقية أخرى. ربما تكون في الحكومة. نحن نتكلم بالتبسيط. نريد أن نبسط المشهد. العراق في حال وجود معارض داخل مدس النواب العراقي حتى وإن كان حجم هذا المعارض. ليس ثلث المعطل كما قال الضيف الكريم. حتى إذا لم يصل إلى هذا العدد بالتأكيد سيؤثر. هناك الإعلام وهناك الرأي العام. لربما المعارضة في هذه المرحلة حتى وإن كان عددها قليل. لا يستطيع أن يعطل الخطوات الحكومية أو القوانين التي لا تصف في المصلحة العامة أو في وجهة المعارضة. لربما تستطيع أن تذهب إلى تفسير أو تحليل أداء الحكومة للرأي العام عبر قنوات التواصل الاجتماعي عبر التلفزيون. وهذا ما يحرج السلطة. لذلك وجود معارضة داخل ملسى النواب العراقي مهم جدا. حتى وإن كان عددهم قليل باعتبار سيحرج الحكومة. وعلى الأقل سيقوم خطوات الحكومية. ولكن السؤال المهم هو السؤال المهم الذي سيطرح نفسه في المرحلة المقبلة. هل العراق مقبل على نظام سياسي مستقر في ظل وجود معارضة وحكومة أغلبية؟ هذا السؤال المهم يجب أن يناقش قبل أن نذهب إلى قضية المعارضة وقضية أداء المعارضة في ملسى النواب العرب. نعم. خليني رحب سيد محمود بالمرشح الفائز حسين عرب. أهلا بك حسين. يعني كيف تنظر اليوم إلى مفهوم المعارضة؟ وهل فعلا أن اليوم المرشحين المستقلين بسعيهم لتشكيل كتلة شعبية تسعى لتفعيل دور الرقابة ودور المعارضة؟ يستطيعون فعلا ذلك ويستطيعون تأسيس ثقل سياسي يجابه الأحزاب التقليدية؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وإلى القريم وإلى مشاهدين قناتكم الكرام بالتأكيد المرشحين أو الفائزين المستقلين من الممكن أن يكونوا جبهة كبيرة وأعتقد طرحنا قبل فترة كثيرة فيها تنفيقية للمستقلين أن نتقق عمل النواب الفائزين المستقلين داخل قبلة مجلس النواب العراقي ومن الممكن أيضا أن يكون هناك معارضة حقيقية ولكن هذه المعارضة منوطة بها الكثير من العوامل هل هو الجو السياسي داخل قبلة مجلس النواب العراقي؟ وهي إلى أن يكون هناك معارضة حقيقية تعارض عمل حكومة والحكومة تقتنع لأن هذه المعارضة هي لمصلحة استقلين الاستقبلين عن الحكومة والمصلحة العامة إذا كانت المعارضة لغرض إثقاط حكومة أو لغرض وضع العطي في دول عدلة الإعمار والعمل الحكومي هذا المعارضة مرفوضة وإذا كانت المعارضة هي معارضة حقيقية ستتبنى مشروع الرقادة الحقيقية لعمل فكومة هذا بإنسي هناك حسد على العمل الحكومي ولكن هناك حسد على العمل الحكومي من الممكن أن يكون هناك عمل معارضة أن يقوي دور الحكومة وليس أن يعرسل يعني هو معارضة حقيقة ولكن يقوي دور الحكومة في علاج بعض المشاكل التي تكون في عمل الحكومة ولهذا نحن نتحدث اليوم سيد حسين عن تأسيس لمفهوم معارضة سياسية حقيقية داخل البلومان العراقي غاب طيلة الثمان عشرة سنة الماضية وساهم بتأزيم الأوضاع في العراق وساهم بزيادة الأزمات السؤال اليوم هل البيئة السياسية الموجودة في العراق وظروف السياسية تسمح أو تساعد بإرساء مفهوم هذا المعارضة الذي نتحدث عنه لتقويم الأداء الحكومي؟ سيد حسين العزيزة هناك طريق أغلبية يحب المشاركة بالحكومة 95% و5% ترغب أو 10% ترغب بأن يكون معارضة وبعض الأخوة هو معارض في الدورات الصادقة لكنه لم يأخذ حصته من تشكيل حكومة يعني أفهم أنك سيد حسين أيضا هناك اختلاف في الرؤى بين يعني مفهوم المعارضة اليوم أو الرؤى بين المستقلين أيضا هناك انقسامات وعدم توحيد للأراء؟ بالتأكيد يعني احنا بيننا المستقلين اللي تقريبا عددنا واحد واربعين نائب أكو بعض الأخوة ينهبون في المعارضة يعني هو من حاصم عمره للمعارضة وأندى أسبابه وبعض الأخوة لا يعتقد أنه هو يكون شريك في الحكومة يكون عضبال ويكون هو ممكن أن يقدم شيء في العمل في استمتيل يعني أقرأ يعني أنه يكون النائب الفائز أو المرسح الفائز هو أن يمسك منصبا تنفيذيا يعني احنا في داخل تحالف العراق المستقل اللي يشكله مؤخرا من المستقلين نواب الفائزين المستقلين طبعا رؤيتنا أنه ما حد ما أحد يستلم منصب تنفيذي ولا نقبل ممكن أن نذهب معارضة يعني على عكس ممكن أن نذهب معارضة إيجابية إذا رأينا أن الأخوة لا تلبي طموحات الجمهور المستقلين طيب هل تتعرضون كما يقال إلى إغراءات أو ضغوطات يعني الاندواء تحت تحالفات معينة أو تكتلات سياسية معينة طبعا وأكو غراءات لكل التحالفات مو فقط أنه أو لكل النواب الفائزي مو فقط أنه لكن بأمانة أقول إحنا ما أدنا شيء يغرينا سواء عمل العراق والعراقيين فقط إحنا نحن من يكون له يصون سياسة العراق وعند العراق ووحدة العراق ووحدة الصف العراقي نمضي معها بدون قيمة أو شر هذا الإغراء الوحيد اللي ممكن يقدم لي الكتر السياسي الأخرى ولن ننضوي تحت عباعة حزب معينة نحن تحالف ومستقل ويكون تحالفنا مع تحالفات أخرى ومن الممكن أن نكون جزء من المعادلة السياسية والقرار السياسي ولن نكون متضمنين داخل أي عباعة أي حزب من أحزاب إذا كان صغيرا ومن صغيرا مع احتراماتي لكل الكل تمام وصلت الفكرة أشكرك جزيل الشكر المرشح الفائز المستقل سين عرب شكرا جزيلا لك بالعودة إلى ضيوفي الكرام وإليك سيد صعدون يعني استمعت إلى ما قاله السيد حسين كيف تعلق على ما جاء به وتحديدا بأن هناك أيضا اليوم انقسام بمفهوم المعارضة داخل القوى المستقلة التي تسعى لتأسيس هذا الدور هل هذا يعني بأنه يعني لن يكون هناك دور معارضة رقابي تطمح إليه أو يطمح إليه الشارع العراقي هو حقيقة التمنيات والتنظير والواقع شيء آخر تماما يعني مختلف تماما يعني نحن على طيلة 18 تقريبا عام لم نرى أي بقع ضوء في نهاية النفق المظلم بمعنى لا توجد معارضة حقيقية داخل البرلمان الحكومة تولد من رحم البرلمان والكتل السياسية تتقاسم الكعكة فيما بينها وأيضا رئيس مجلس الوزراء يكون يعني عرض للانتهاكات وغير قادر على محاسبة وزراء وبالتالي كانت يعني لدينا معارضة يعني أفراد في داخل مجلس النواب وجلهم متمذدين على كتلهم السياسية من يعرض يعتبر في الدورات السابقة متمذد نتكلم عن الدورة الحالية أنا أتكلم بالمنطق والتخصص والمهنية لا قيمة للمعارضة الحقيقية أن لم يكن لديها ثقل يعني داخل البرلمان أي بمعنى يعني أنا أقول يا ربما ربما إن كانت مثلا كتلة مثل كتلة يعني السيارة الصدري إن ذهبت إلى المعارضة ستكون بالتأكيد يعني معارضة إيجابية وحقيقية طالما هناك مشروع يعني مشروع وطني أو الأحرى الكتلة النيابية الأكبر 73 نائب تدعو إلى الخيار الوطني أي بمعنى أدق هناك ستكون حكومة وطنية زائدا يعني ما تبقى من البرلمان سيكون مجبرا بالذهب إلى المعارضة عندها إن طبق مشروع السيد الصجر بحكومة الأغلبية الوطنية ستكون هناك يعني إيجابيتان في الموضوع الإيجابية الأولى ستكون الحكومة يعني أمام المحك لأنها مسؤولة عن إدارة البلد يعني مو البرلمان كل بالكامل وبالتالي من يتصدى للسلطة التنفيذية يتحمل مسؤولية الفشل الإيجابية الثانية ستفرز لدينا معارضة ما تبقى ستكون معارضة حقيقية وستجبر جميع ما تبقى من الكتل السياسية الغير مشاركة في الحكومة سواء كانت على هيئة أفراد مستقلين أو على هيئة كتل غير مشاركة ستلملم شتاتها وستصبح معارضة حقيقية إذا وصلنا لهذا البرنامج أنا أقول من الآن نحن في السكة الصحيحة أما إذا ذهبنا إلى المحاصصة أو ذهبنا إلى الخيار الآخر خيار الإطار التنسيق الذي يدعو إلى حكومة محاصصاتية تقريبا حكومة توافقية إذا وصلنا إلى هذه المرحلة إذن المعارضة لا خيمة لها ستتلاشى لماذا؟ لأن الكتل جميعها سوف تأتلف من أجل الحصول على المرحلة في داخل السلطة ومشكلة كبيرة سيد سعدون مع سيد محمود سيد محمود يتحدث سيد سعدون بنقطة بهم بأن الحكومة التوافقية تهدد مشروع المعارضة السياسية الحقيقي داخل البرلمان العراقي اليوم إلى أي مدى يجب أن تكون المعارضة خارج المعادلات السياسية وخارج المناصب السياسية وخارج المصالح وتقاسم المغانم تفضل صراحة أنا استبعد هذه المفردات تقاسم المغانم المحاصصة في كل دول العالم وفي كل نظم السياسية هناك اتلافات بين قوى السياسية فائزة في الانتخابات وحاصلة على مقاعد وهذا نموذج مجد في كل العالم هناك هناك ولكن نحن نتحدث اليوم سيد محمود عن قوى سياسية تقليدية خارج الشارع العراقي ورفضه حتى قوى السياسية في الان في امريكا ايضا تقليدية الجمهورين والديمقراطيين احساب تقليدية أنا ليس غريبا في جميع العالم في بريطانيا الحزب العمال وكذا وكذا نحن لا نجمع نتكلم بواقعية وكذا اتفق معارضة واكو حكومة اتفق وياك سيد سعدون اتفق اتفق وياك يعني كلامك جميل وانا اتفق في مجمل كلامات طراحة لكن لدي ملاحظات حول كيفية ادارة الدولة في العراق الواقع السياسي العراقي الذي نمر فيه الآن يجب ان لا نتخطى امور حقيقية واقعية ومؤثرة عندما نتكلم عن اغلبية وطنية غير توافق عندما نقول توافق عكس التوافق والخلاف بالضبط سوف نقول اغلبية وطنية خلافية اغلبية وطنية توافقية يجب ان لا نرفض كلمة التوافق يعني كلمة التوافق ومفردة التوافق في العمل السياسي وبالتحديد في الواقع السياسي العراقي امر مهم جدا وليس محاصصة كما تذكر نعم هناك محاصصة كانت في السابق لكن المحاصصة الايجابية او الاتلاف كما تسمى في النظم السياسي ويعلم الاستاذ سعدون الاعتلافات اذا كانت في اتجاه محاربة الفساد اذا كانت في قضايا بناء الدولة هذا امر مهمة وجهد جدا في نفس الوقت وجود جبهة معارضة سواء كانت ثلث المعطل او غير ذلك ايضا مهم جدا ولكن تسأليني محمود ما هو رأيك في ظل الواقع السياسي العراقي في ظل المؤثرات الخارجية في ظل المؤشرات الداخلية وان كانت هناك بعض التصريحات السياسية من بعض القوى السياسية انا اقول بان العرار لا يجوز ان يتخطى الثنائيات الثلاث في حال تخطي وبالتحديد الثنائية الكردية والثنائية الشيعية في حال تخطي احدى هذين الثنائيات الكردية والشيعية هذا في حال ان لم يكن هناك توافق بين تلك الكتب اي تخطي لأحدى هذين الثنائيات سيناعكس سلبا على استقرار العرار احدى نحن ذهبنا نعم هناك مطالب شعبية مطالب شعبية ليس في تغيير النظام السياسي المطالب الشعبي بتغيير الأداء الحكومي أداء النظام السياسي باتجاه محاربة الفساد بناء الدولة خدمة المواطن الأمور التي قلناها كثيرا كيف سيتغير هذا الأداء مع غياب وفشل مفهوم المعارضة الذي يقوم كما تحدث سيد حسين عرب قبل قليل الأداء الحكومي صراحة المعارضة هي ليست معارضة معطلة للحكومة الحكومة عندما تتشكل الأطراف المشاركة في الحكومة يكون لديها برنامج حكومة هي تنفذ البرنامج الحكومي لا تذهب إلى ادعاءة المعارضة هذا معمول في كل نظم السياسي لا تذهب إلى ادعاءة المعارضة هي تتفق على برنامج حكومي وعلى خطس تراتيجي في كيفية إدارة الدولة لأربع سنوات لاحقة طبعا المعارضة تذهب إلى رصد الأمور التي الحكومة لا تصح تنفيذها في البرنامج الحكومي أولا ثانيا تذهب إلى الأمور التي لم تحقق في البرنامج الحكومي ثالثا تذهب إلى الأمور التي لا تؤثر إيجابا على محاربة الفساد وكذا وكذا هذا هو نمج المعارضة. أن نتكلم بصورة عامة. أنا أقول لك. باختصار سيد محمد. أقول لك. بأن العراق في المرحلة اللاحقة. يتحمل معارضة. ولكن لا تستطيع أن تواجه الحكومة. كما أقول في ظل وجود ثلاثة. ثلاثة. لذلك يجب أن نتكلم عن معارضة وعن حكومة يكون عن حكومة توافقية وطنية تأتي بالعراق أو تثبت الاستقرار السياسي في العراق. وبخلاف ذلك سيدة العراق للمجهود. خليني فقط أنتقل أخيرا إلى سيد سعدون. سيد سعدون. كيف تعلق على ما قاله السيد محمود. وهو يتحدث ربما بواقعية الوضع العراقي. تفضل. يعني هاي الواقعية اللي نتحدث عنها. هي مأساة العراق. منها تدمر العراق غير التوافقية. يعني في كل دول العالم. يعني اليوم حتى بالدول العالم المتقدمة يكون حزب حاكم. والحزب الآخر يكون معارض. ويشكل حكومة الظل في نفس الوقت. يعني الرقابة أداء يكون رقابي على الحكومة. وبذات الوقت هو عند حكومة طوارئ جاهزة إذا ما يعني انهزت الحكومة وتغيرت. إلا في العراق. إلا في العراق. هذا النموذج الهجين اللي ما موجود بالكرة الأرضية. بتات ولا دولة في العالم. يعني حكمة. يعني حتى الدول يعني المتعددة الإثنيات. المتعددة القوميات. النموذج البلجيكي. النموذج السويسري. النموذج الهندي. يعني ما عتم. يعني هاي مسألة التوافقية. لا. مسألة حكومة حاكمة تتحمل مسؤولية. وما يتبقى من البرلمان يشكل معارضة. لماذا المعارضة؟ المعارضة تكون إيجابية. هي ليست معطرة لأداء الحكومة. هي تثني عليها وترفدها بالطاقات إن كانت الحكومة ناجحة. وبذات الوقت إن خرجت الحكومة عن الطريق أو تلك تكون هذه المعارضة جاهزة لتقديم رؤى. لتقديم أطروحات جديدة لإدارة البلد خلال الأربع سنوات القادمة. تمام. لماذا نحن في العراق نتكلم عن توافقية وهي شكل من أشكال المحاصصة المقيتة الموجودة في العراق. لماذا لا نتكلم عن فرس حقيقي أن تكون حكومة أغلبية وطنية كما دعا إليها التيار الصدري. حكومة يعني تتشكل من أغلبية شيعية وأغلبية سنية وأغلبية كردية. تتوافق يعني تتألف فيما بينها وتشكل يعني نصف زائد واحد داخل البرلمان. وصلت الفكرة. وما تبقى يذهب إلى المعارضة وهي ليست سبة وليست لعنة. على العكس أحيانا ربما تكون المعارضة. يعني مثل المثل يقول في الليلة تضل ما يفتقد البجر. صحيح. ربما يعني حاجة ملحة برورة ملحة من ضرورات العمل الحكومي أن تكون هناك معارضة حقيقية تستطيع تقديم النصح والإرشاد للحكومة. أنا أبحث عن هذا المشروع. ما عدا هذا المشروع سوف نبقى في هذا النفق المظلم ولم نرى بقعة الضوء وصلت فكرتك سيد سعدون أستاذ العلوم السياسية سعدون نصاعدي. شكرا جزيلا لك. وشكر موصولي للبحث في شأن السياسي محمود خوشنا. وشكرا جزيلا لكم. إلى ملفنا ثاني حيث سجلت الجامعات العراقية تقدما في مؤشر المعرفة العالمي بعد دخولها قائمة الدول المتنافسة لعام 2021. والذي أطلق نسخته الخامسة حيث حل العراق بالمرتبة السادسة والستين من أصل مئة وأربع وخمسين دولة. الأمر الذي يبعث قليلا من الأمل في واقع التعليم. خاصة بعد أن خرجت الجامعات العراقية من مؤشر دافوز لجودة التعليم. المزيد في هذا التقرير نتابع. وأخيرا دخل العراق إلى قيمة الدول المتنافسة في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2021. الذي أطلق نسخته الخامسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة. ويؤكد التقرير أن قطاع التعليم العالي العراقي جاء بالمركز السادس والسبعين عالميا. وبدرجة بلغت سبعة واربعين فاصل ستة. وهو أعلى تقييم لقطاعات الدولة العراقية لتصلة بالمعرفة. ويصنف مؤشر المعرفة العالمية الدول عبر تقييم قطاعاتها المرتبطة بالمعرفة على وفق سبعة مؤشرات رئيسة هي التعليم ما قبل الجامعي 15% التدريب والتعليم المهني والتقني 15% التعليم العالي 15% والتطوير البحثي والابتكار 15% التكنولوجيا المعلومات والاتصالات 15% والاقتصاد 15% والبيئة التمكينية 10% جدير بالذكر أن هذا المؤشر يعتمد في جمع بياناته ومعلوماته على أكثر من 40 مؤسسة وقاعدة بيانات عالمية محايدة مثل اليونسكو والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة العمل الدولي ومنظمات أخرى وعلى الرغم من تنافس الجامعات العراقية في مؤشر المعرفة العالمي إلا أنها لا تزال تشهد تراجعا كبيرا في المقاييس العلمية للتعليم العالي حيث تحتل جامعة بغداد الموقع 2058 في تصنيف ويب ماتريكس الذي يشمل 31 ألف جامعة في مئتي بلد أتوقف عند هذه الأرقام والنسب ودخول العراق التنافس في هذه القائمة مع ضيوفي الكرام مدير إعلام جامعة بغداد عادل الغريري وأيضا الأكاديمي وصحفي كاظم المقدادي وأبدأ معك دكتور عادل ما الذي يعنيه تنافس العراق ضمن قائمة المعرفة وحصوله على المركز السادس والستين مع الأسف دكتور عادل يبدو أن هناك مشكلة في الصوت أنتقل إلى السيد كاظم المقدادي الأكاديمي والصحفي أهلا بك سيد كاظم يعني كيف تعلق على دخول العراق قائمة الدول التي تتنافس حول جودة المعرفة وجودة التعليم والجامعات في حين كان قبل أشهر قليلة من هذه التنافس يعني خرج من مؤشر دافوس أيضا لجودة التعليم تفضل المؤشرات السابقة يعني كنا دائما نحن خارج التصنيف التعليمي والكروه لو سمحت سيد كاظم ترجع تعيد من بداية حديثك لم أكن أسمعه كان الصوت يعني نتعيد حقيقة لسنوات القادمة ونعتمد أيضا على قاعدة بيانات علمية ونطور التعليم التعليم حقيقة هو أنا عندي أقول التربية هي أساسي يعني نحن التعليم الأساسي إذا لا نهتم به جيدا لا يمكن للتعليم الجامع أن يعمل شيئا كثيرا أنا أعتقد التربية هي الأساسي التعليم الأساسي هو يجب أن يكون هناك تكون هناك مجهودات علمية وتربوية كبيرة جدا وأن تكون يعني للأسف ما زلنا ما زالت طلاب كثير من طلاب العراق لا زال يجلسون على العراق بدون رحلات لا زالت هناك مدارس في بعض المحافظات من الطين بيوت عادية من الطين يدرسون فيها لا زالت التربية حقيقة لا تمثل معيارا علميا أبدا فجودة التعليم هنا تعتمد على الحقيقة المخرجات التي من التربية تطلع اليوم التعليم الأكاديمي أيضا يعاني مشاكل كبيرة في أساسا في التعليم وجودة التعليم وأيضا في مؤشرات أخرى على مدى إمكانية ووجود المهارات عند الأساسي الجامعيين المناهج أيضا وتطوير المناهج هناك مشاكل كثيرة جدا حقيقة علينا علاقة المطالبة هناك بارقة أم اليوم استمعناها وجدتنا بالأخبار وهي مؤيدة من اليونسيا وكثير من المنظمات العالمية هذا شيء مفرح إذن علينا أن نبدأ أن نخطط من جديد ونستفيد من الدول التي خاضت مجالا مهما حقيقة في قضايا التربية والتعليم ومنها سنغافورة على سبيل المثال هذه الجزيرة الصغيرة هي الأولى على العالم في مؤشر دافوس بالمناسبة للإقصاء هي الأولى على العالم يعني قبل سويسرا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا إذن لماذا؟ بلد آسيا وبالنهاية نجب أن نذهب إلى هذا البلد نستفيد من هذه التجربة سيد كاذم تحدثت عن أنه يجب أن نبدأ اليوم بالتخطيط سنتقل إلى الدكتور عادل الغريري لا أدري إن كان جاهزا معي دكتور عادل تسمعوني الآن؟ إن شاء الله دكتور عادل اليوم العراق ينافس في قائمة دول المعرفة والدول التي تستصدر المعرفة على مستوى العالم يقول السيد كاذم المقدادي بأنه مؤشر يبعث قليلا من الأمل وبأنها بارقة أمل لكن يجب علينا اليوم أن نبدأ بالتخطيط هل هناك تخطيط لرفع مستوى التعليم في العراق وأيضا مسألة التربية التي أشار إليها تفضل؟ بالتأكيد اليوم بارقة الأمل لظهر بها العراق في مؤشر المعرفة العالمي بنسخته الخامسة الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد والتي ظهر فيها العراق بالمرتبة بشكل عام هو ظهر متأخرا بالمناسبة هو ظهر بالمرتبة 137 من أصل 154 دولة ولكن المؤشرات سبع مؤشرات يعتمد هذا التصنيف كان لمؤشر التعليم شيء مفرح جدا بأنه إحنا احتلنا 66 يعني العراق احتل المرتبة 66 من أصل 154 ولكن مثل ما تفضل الدكتور المقدادي أنه هناك مؤشرات الأخرى ستة يعني جاء مؤشر التعليم قبل الجامعي بالمرتبة 124 وجاء التعليم البحث والتطوير بنسبة 154 متأخرا وكذلك البيئة التكميلية والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات جاءت بنسبة متدنية فهذا يدعونا إلى أن اليوم على الحكومة العراقية ومؤسساتها وقطاعاتها أن تبدأ بعملية تخطيط مبرمج من أجل تهيئة كل المستلزمات والبيئة التعليمية الصحيحة وخاصة التعليم القبل الجامعي لأن اليوم مخرجات التعليم القبل الجامعي اللي هو الابتدائي والمتوسطة والإعدادية هو اللي هي بيئة بشرية وتنمية بشرية ممكن أن ترتقي إلى الجامعة وبالتالي يكون هناك تطوير للبحث العلمي تطوير لمخرجات التعليم العالي وبالتالي يكون هناك تقدم في مؤشرات المعرفة وبكافة التصنيفات العالمية بالمناسبة الجامعات العراقية صراحة منذ عامين أو أكثر دخلت تصنيفات عالمية مثل تصنيف التامزي البريطاني وتصنيف الكيو أس وتصنيفات الوبماتلات وغيرها ولكنها خرجت أيضا من تصنيفات أخرى وكان هناك دافع بأنه يعني هناك مفارقة أيضا دكتور عادل بمسألة التصنيفات واحتلال العراق هذه المرتبة أو تلك المرتبة لكن دعنا نخوض الآن بواقع هذه الجامعات ما هو واقعها؟ يعني أنت كأكاديمي وكجامعي وأستاذ جامعي كيف تقيم واقع الجامعات العراقية بعيدا عن هذه القوائم؟ إذا تشوفين التصنيف يعني موجود هو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي والرابط مالته النقاط القوة اللي ظهر بها العراق هي نقاط كلها باتجاه التعليم العالي البحث العلمي كان العراق متصدرا حيث أنه أكثر من 17 ألف بحث علمي منشور في المستوعات العالمية فقط في جامعة بغداد وأيضا الجامعات الأخرى الاقتباسات العلمية والاستشهادات البحثية في المجلات العالمية والدراسات والبحوث التطوير والبحث والتطوير والابتكار هذه النقاط القوة هي اللي صعدت مرتبة العراق إلى 66 بينما النقاط الضعف اللي أشرها مؤشر المعرفة صراحة كانت على أداء الحكومي بحيث جاء الأداء الحكومي متأخرا جدا بنسبة 137 بينما التنمية البشرية محور التنمية البشرية كان العراق 26 من أصل 27 دولة هي مفتقدة لهذا الموضوع يعني اليوم نحن أمام تحدي كبير الخلاصة باختصار الجامعات العراقية صراحة باختصار يعني بجملة مقتدبة قبل أن أنتقل إلى أستاذ كاظم يعني خلاصة هذا الموضوع ما هو واقع الجامعات العراقية اليوم واقع الجامعات العراقية صراحة وخاصة الجامعات الحكومية واقع نحو التطور نحو البحث العلمي نحو الإبتكار وهذا وخير دليل على ذلك بأنه اليوم هناك توجه نحو النشر العالمي للبحوث في مجلات عالمية ومستبعبات عالمية رصينة حتى يمكن تطوير البحث العلمي باتجاه يخدم المجتمع ويخدم المؤسسات سيد كاظم المقدادي كيف تعلق على كل هذه الأرقام والحقائق التي تفضل بها دكتور عادل الغريري هل فعلا نوضع الجامعات العراقية اليوم هو في أحسن الأحوال ويجب أن نؤشر على الأداء الحكومي تجاه هذه الجامعات ما هي قصة الجامعات تحديدا؟ يعني الجامعات لا الوضع السيء للأسف ربما دكتور عادل الغريري يعني الرسم هو صورة مشرقة لكن هذه الصورة المشرقة لم نصلها بعد للأسف هناك كثير من المشاكل والعقبات التي تقف أمام تطوير التعليم الحقيقة في العراق هناك مشكلة كبيرة يعني أنا يا حزب نفسي كيف بلد بلد السومارين الذي بدأ بالكتابة المسمارية وبالحرف يصل إلى هذا المستوى المتدني من التربية والتعليم نحن الآن في مستوى متدني إذا من شخص الحالة بشكل دقيق لا نستطيع أن ننطلق أيضا بشكل ناجح حقيقة يجب أن نقول اليوم الجامعات للأسف سواء الحكومية أو الأهلية هي ليست بالمستوى المطلوب أكيد سيد وزير التربية التعليم العالي والبحث العلمي الرجل يعني يبذل جهود رئيس جامعة بغدار رئيس جامعة المستوى هناك جهود لا ينكر لكن أقول لا زننا بمستوى حقيقة للأسف لا يبشر بذاك الخير الكبير لكن هذه الحقيقة المعشر الدرجات الأخيرة التي ذكرها الأخ عادل ربما تعطينا قلت أنا بارقة أمل من البداية لكن هذه بارقة الأمر كيف نطورها كيف نسهى إلى تحسين حقيقة الوضع التعليمي التربية والتعليمي في العراق بس سؤال الأخير لك ويعني بموضوع يرتبط بهذا الأمر ويعني بتراجع مستوى الجامعات العراقية والبحث العلمي مسألة تزوير الشهادات الشهادات دائما الدكتورة والشهادات التعليم العالي إلى أي مدى ساهمت بتراجع وتدني مستوى التعليم بالتأكيد بالتأكيد كارثة من الكوارث بالتأكيد ولهذا أنا أقول للأسف ما زال الوضع التروي والتعليم في العراق بوضع سيء ما زال وهذه النتيجة أن تكون هكذا بالآلاف آلاف حسب معرفة في 31.000 شهادة مزورة وصار القضية الحصول على حرف الدال من أسهل ما يكون للأسف حتى مسؤولين كبار يبدو ليتورطوا في هذه القضية أنا أعتقد يجب أن نعمل بشكل جدي ويجب أن نعتمد على الدراسات التحليلية وليس على النظريات العامة ويجب أن يكون المنهج ومنهج ابتكار بحوث مفتكرة أكثر بحوثنا غير مفتكرة نحن نميل للتكرار لا للإفتكار وهذه كارثة كارثة كبيرة ونميل للاستنساخ الكل يستنسخ من الكل يعني ليس هناك هذا العقل العراقي للأسف لماذا؟ أنا أعتقد ربما تأثير السياسة والوضع السياسي ووجود هذا الفساد الكبير الذي يشتاح البلاد هو الذي أسترى بدرجة كبيرة على العقل العلم العراقي وأنا أعتقد العلم العراقي والعقل العراقي سيكون بخير إذا كانت السياسة بخير لكن من أين يأتي الخير إلى هذه السياسة التي نعيشها ونعيش بين هؤلاء للأسف الكم الهائم من الفاسدين الذين يدعون أنهم سياسيون أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والصحفي كاظم المقدادي والشكر موصول إلى مدير إعلام جامعة بغداد دكتور عادل الغديري شكرا جزيلا لكم وننتقل اليوم إلى مروى عرب للوقوف أكثر عند ملف النزاعات العشائرية إليك مروى مرحبا بك ريمة هذا الملف الذي طلأ مده في العراق بالرغم من كل المطالبات بحصر استلاح بيد الدولة شكرا جزيلا لك ومرحبا بكم مشاهدين إذن في ظل استمرار النزاعات العشائرية في العراق أثار مقطع فيديو نشير على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر أثار ردود فعلا واسعة وهو ينقل صورة النزاع عشائري وقع شمالية محافظة البصرة هذه النزاعات بشكل عام تتكرر رغم تعامل القضاء مع بعضها وفق قانون الإرهاب ولكن يطالب مواطنو تلك المدن كل يوم بوضع حد لتلك النزاعات وينبري المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي من جهتهم للمطالبة بضرورة إيجاد حلول ناجعة لمنع تكرار النزاعات العشائرية نبدأ بالتغريدات من الفيديو والذي نشره العديد من المغردين ومنهم مصطفى والذي كتب عليه موضحا العراق هاشتاغ العراق نزاع عشائري كبير في كرمة علي بمحافظة البصرة دعونا نشاهد الفيديو إذن هذا هو الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كل فترة نرى فيديو مشابه لهذا الفيديو ويستخدم ملاحظة أنه يستخدم فيه السلاح السقيل مرتجى قال معلقا على هذا الفيديو هذا احتفال بمئوية الدولة عيني طبعا هو يسخر من هذا الواقع الأليم داليا أيضا كتبت متهكمة الله ألعاب نارية هكذا أيضا تتهكم داليا من جانبه أحمد سلمان يعلق على الفيديو ويقول حرب البسوس ثم داحس والغبراء أوصلتنا إلى معارك العشائر وقبلها القاعدة وداعش وماعش للفوز بالغنيمة والكرسي والجكسارة حسبنا الله ونعم الوكيلة مشاهدين نفتح هذا الملف مع ضيفنا الناشط البصري كريم سيد مرحبا أو عفوا علي كريم مرحبا بك سيد علي إذن هذا الملف الذي طال أمده في العراق لماذا لا تستطيع الحكومة حتى الآن الحكومات المتعاقبة لا نلقي الملومة على حكومة معينة حتى الآن لا نستطيع السيطر على هذه النزاعات وحصر السلاح بيد الدولة هذا المطلب المتجدد دائما نعم تحية لك عزيزتي لكم المشاهديك الكرام مسألة النزاع العشاري مسألة معقدة جدا يشهد العراق تقريبا بعد 2003 بمناطق الجنوبي رأس هذه المحافظات حسب الحصايات الأخيرة يمحافظة البصري لو ننظر أنه الغالة تصدر نعم سيد علي نعم تفضل الدقة العشارية تعتبر أربعة إرهاب وأيضا من يمارس أو يساهم بأدنية يمنع من الحصول على وظيفة حكومية مع ذلك استمرت هذه النزاعات إلى هذا اليوم أيضا جانب آخر بأن حجم الذخيرة هي مكلفة جدا وأن الأشخاص تقومون بعمليات النزاع هم ناس من الطبق الوسطى المشكلة هي أكبر من مسألة أن نفرض القانون أو مسألة السلاحة المشكلة يدخل فيها الجدر الاجتماعي في هذه المشكلة أيضا اقتصادية عملية حل هذه الأزمة تحتاج إلى استنفار مؤسسات الدولة بشكل عام الاستنفار الذي يدخل فيه جانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب السياسي لأنه لا بدنا نشاهد بأن هناك قانون هناك تشريف نعم سيد علي يعني هي مشكلة لها جوان متعددة ويجب على مؤسسات الدولة بشكل عام عدة مؤسسات مسؤولة عن السيطرة على هذا الوضع وربما أيضا المؤسسة الأمنية يجب أن تدرس كيف وصل هذا السلاح إلى العشائر من أين تحصل هذه العشائر على السلاح ربما من هنا نستطيع فك خيوط هذا اللغز وتفكيك والتخفيف من النزاعات العشائرية بهذا الشكل نعم بخصوص هذه النقطة صرح نائب في الدولة البرلمانية السابقة لجريدة النهار العربي بأنه معظم منتسبيق والأمن هم من هذه العشائر لا يستبعد أنه منتسبيق والأمن يستخدمون هذا السلاح في عملية النزاعات العشائرية طيب عن منتسبيق الأمن يقسمون على جميع مفاصل الأمنية في الدولة الجانب الآخر وعملية تجارة السلاحة الغير مرقصة الموجودة والمنتشرة بكل محافظات العراق تهريب السلاح إلى داخل العراق هذه واحدة أيضا من الأشياء أكل الأساسية لعمل لا ننسى أيضا بعد انهيار النظام السابق 2003 كل مؤسسات الأمنية تم سرقة سلاحة من قبل المواطنين الأسلحة موجودة إلى الآن ومجرد الاحتياج إلى الداخل قوى المؤسسات الأمنية المفروضة أنه تتخذ إجراء رادع وإجراء قوي على الأسف كل الإجراءات هي بسيطة آخرها كانت عمليات التفتيش عمليات التفتيش اللي هي عبارة عن عشر قطع أسلحة لا أكثر في محافظة البصرة بعد الشرطة السابق يقول أنه في البصرة يوجد أكثر من فرقتين عسكريتين للأسلحة في عمليات التفتيش لا نشاهد أكثر من تراثين قطعة في عمليات التفتيش هذه المشكلة الأساسية أعتقد أنه واضحة المشكلة الأساسية والخلل وين الخلل في إجراءات الأجهزة الأمنية الخلل في إجراءات الحكومة وبالتالي هذا التماهي لا زال مستوى سيد علي على المستوى المجتمعي والتي أشرت إليها منذ قليل هذه جزئية كيف لنا الوصول إلى عقلية المنتمين إلى هذه العشائر والذين يؤمنون بما يسمى بالدقة العشائرية ويجعلهم يحلون نزاعاتهم عن طريق دبلوماسية والحوار والاجتماع بين الأطراف المتخاصمة بدلا من هذه المظاهر التي نراها بين الفينة والأخرى نعم نحن بس خلي نعرف السياق اللي يصير بخصوص النزاعات يعني في أي مرحلة تعتبر الدقة العشائرية موجودة الدقة العشائرية في الحقيقة مو من أول عملية مو أول عملية صراع أو صدام بين الجهات المتنازعة هي تجي ربما بعد تفاوض أو جلسات عشائرية تصير بين الطرفين الإشكالية الأكبر وين؟ أنه هذه المواطنين يشعرون بأن القانون غير قادر على أخذ حقهم في حال لو تعرضوا لأذى من مجاميع معينة بالتالي يلتجئون إلى العشيرة هذه واحدة من الإشكاليات الجوهرية بالتأكيد العشار تلتج إلى الطريق الدبلوماسي في بعض الأحيان ما يسمى بالقعدة والعطوة وغيرها من هذه التفاصيل أو الهدنة أيضا هذه التفاصيل تدخلهم للسياق والتفاهم بين الطرفين لكن الوصول لعملية الدقة العشائرية إلى عمليات القتل هذا معناه أن كل الطرق مسدودة والقانون في هذا الوقت هو أيضا القانون يساهم بهذا الموضوع يعني نشهد ببعض الأحيان أن رجال الأمة ينصحون المشتكين بالذهاب إلى العشيرة وأنه يسقطون حقهم أو في بعض الأحيان يتم الدفع بإسقاط الدعوة القانونية والاتجاه إلى العشيرة للأجل استفادة المادية تعرفون هذا الفصول وملايين من الدنانير هذه كلها مبالغ بالقانون لا يستفادر للشخص المجنع عليه هذه عبارة عن بعضها يدخل به ضمن تجارة بعض الناس تعيش على هذه الأزمات بالحقيقة هناك عوال تعيش على هذه الأزمات أزمة الفصل الموجود حاليا خاصة في محافظات الجنوبية نعم شكرا جزيلا لك سيد علي كريم وأنت الناشط البصري كنت معي عبر سكايب وشكر الأكبر لكم مشاهدين عودة بكم إلى ريمة شكرا جزيلا لك مروا لمتابعة هذا الموضوع بهذا مشاهدنا نكون وصلنا إلى ختم ملفات مشاهدة أحمل هذا اليوم أوعدونا يتجدد يوم غدير اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر